مرحبا طلاب ونكمل لكم مواضيع الشابتر الثامن عندنا حاليا طلاب موضوع الكوندشينج اللي هو الفنولوجيكال اند مورفولوجيكال شنو معناه باختصار انا ش راح نسوي هنا راح نحطيكم الزبدة ونختصر يعني هم تفهمونها اكثر وهم كاجابة مضبوطة تاخذون درجة كاملة هنا يعني الدكتورة هي تجيب لك مثل what are the conditions of phonological and morphological morphine يعني تيجيك هاي الكليشية شوفك قدامك فأنت الاجابة خليها ببارك شنو معناه نانا اللي مساحب شي تألكم بالألمور نفسي شي يطبق هنا نانا هنا بهذا السؤال يقل لك شنو الفرق ما بين phonological والmorphological ركز ال phonological اتذكر كلمة phonology الصوت يعني شي متعلق والصوت باللفظ مورفولوجيكال متعلق بالمورفيم كتابه لا مولفظ هناك كتاب هاي باختصار يابطيني أمثلة أجل من البداية يشوف هاش روية تقول ان اكزامنينك ماخذ من الكمبلومنتري الحفلة والسي والديسربيوشن الحفلة والدي اللي مساحب شي تألكم قدتكم تعرفي حفظوه شنو معناه كمبلومنتري ديسربيوشن معناه الصوت اكتبها بهيش حالي او العفو الاضافة اكتبها بهيش كتابه مثل ايدي اكتبها شك وكلمة بالماضي اكتب ايدي صح كتابه تأيدي بسئلها الفاظ مختلفة فاذا اضاف اضيفها باي كلمة بسئلها الفاظ مختلفة الشي متعلق بصوت اقول كمبلومنتري ديسربيوشن هلو يقول ذات this distribution was determined by the phonological environment تركز هنان هو جايقلك phonological الموضوع 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 مشاهدة التكلم الذي تألونع سيد الموضوع اكتب مثال مثل وانت وضيف لأيدي اكتب مقابيلها الرسم الصوتي فقط مع الأضافة اي دي أو شواه د وخليها بين قوسين يعني هاي الخطين المائلات بعد عد مثل سيم د اضيف سيم وضيف لأيدي مقابيلها اكتب الكتاب الصوتي فقط مع الأضافة د وخلي خطين على يمن وعلي صغر المائلات يتبينوا الإيدي لضي د بعد شكتب ستوب وضيف لأيدي وانه مقابيلها اكتب الكتاب الصوتي مع الأيدي هنا الصغر ت يعني التأ خليها بين خطين مائلات يعني شلون كتبت انت ستوب وضيفت لها إيدي مكتبتها هيج مقابيلها الجرسها ميتي تكتب الكتاب الصوتي فقط مع الأيدي تكتب ت نفس هاي طريقة تطيعت ت وعدها وعلقت هاي كملت انت شنو هسا ايجابتك عن الفرمالوجيكل هس رح لمن المورفولوجيكل وروح لصوحة الثانية طبعا لفكرة احنا هنا مو اخذنا الإيدي مال ماضي هنا هو ذاكر هما مال أس تجمع يقلك مرة تلفظ إز مرة ز و مرة س تمام وإحنا مساعة شروحة هلكم هاي فأنت ما يحتاج تذكر مال إيدي ومال أس تجمع لا مثال واحد كلش كافي احنا كتفينا فقط بهاي اللي بنوانا اختر أشرتها اللي هي أضافة الإيدي أما هاي مال أس نفس الشي ما يحتاج نذكرها أو نكررها احنا بس نطل فكرة الدكتورة احنا واخر هاي الشي خايبي طلع صارت هنا حسا مثل ما قلت لكم طلاب احنا كمنا الفنولوجيكل روح حسا المورفولوجيكل نجي هنا للصوحة الثانية المورفولوجيكل نجي من هنا بط ذا بلورال مورفهم يقول اس الجمع هاي شبيهة حسا هنا ما لنا علاقة باللفظ مساع س أو ز أو إز لفظ ما لنا علاقة يقول هنا بالكتابة دين مورفولوجيكل هنا شغلنا هاز فاردر أل مورفز إلها يعني أل مورفز هواي آذ شوين باي يقول اس الجمع أنا من إجيه تطلتك كلمة قلت لك اجمع لي هاي الكلمة هل من المعقول أنت شكو كلمة ضيفة لأس لأ أكو كلمات شاذية أكو كلمات أقل بالأفلا بوظيفة اس أكو كلمات أجمحة بإضافة كلمات ثانية أو أضافات ثانية غير الأس هذا شيء متعلق بالكتابة شنون مثلا يقول لك وعدنا حالة جمع هي بإضافة الإيم الرسم الصغوتي ما ليس يصير شواء هنا مثل أوكس أعتقد هو معنى الأوز هيتش تقريبا جمعها شون يصير أوكس ضفت لأي أن هنا ضفت أس آنة لا ضفت إي أن هنا شيء متعلق بالكتابة مو لفظ حلو زيان عند بعض حالة جمع ثانية اللي يسمونها هاي شون دويرا بيخط يسمونها زيرو شين هاي الزيرو شيب وشيب هاي كلمة شيب هي نفسها بالمفرد ونفسها بالجمع بس واحد يقول زيان أنا هاي الشيب هي شين معنىها؟ معنى غنم كرمون أو قطح من الأغنام يعني مرة مفرد ومرة جمع ما يصير خليلها أس زيان شون أعرفها مفرد أو جمع حسب الجملة عدكم بتشاتر هداعش جملة مكتوبة الغنم أو الغنم غيرت اتجاهها بالتالي إذا الشيب اعتبرها مفرد ليش غيرت للمفرد it's direction فاعتبرت الشيب مفرد ونفس الجملة مكتوبة the sheep changed their directions هنا لين ذير اعتبر الشيب جمع شفت شلون الشيب مرة تكون مفرد أو مرة جمع على حسب الجملة سياق الجملة هو اللي يحدد فهاي الحالة يسمونها zero حالة جمع zero معناها أنه الكلمة نفسها بالمفرد ونفسها بالجمع بس شنون نعرفها هاي الكلمة مفرد أو جمع حسب سياق الجملة هذا نوع ثاني من جمع زيب النوع الثالث اللي هو بعد ما أعروف تعرفونا طلاب أنتم لوأس الجمع العادية مثل book box والحالة الرابعة بضافة es مثل أقول box يعني صندوق وظيفة es boxes والحالة بعد اللي بعتها الأقلب الأفلافي وظيف es مثل wife زوجة wife زوجات شفت شتون هذني أنت مو نقلت هاي بلون أخضر نصا اللي هبت بالكتابة buy وكتبت هاي ما أوكس أوكس نوما الشيب بتكمل تكتب أمثلة بعد ما المن ما الأس جمع احتيادية وما الأس وما التقلب الأفلافي وظيف es فقط تأمثلة أنت بس تنطي أمثلة يعني نانا ذكرت حالات الجمع تمام زيان تكامل بعد ما ذكرت حالات الجمع تنزل لجوة تقول مننا نقول أن الوصفة الامورف هي مورفولوجيكالي كوندشن بعد ما حتشت هاي الكليشة الفوق السطر الأول وذكرت ما الأوكس وأوكس وشيب وشيب وذكرت بعد حالات الجمع ما الأس وما الزك وما الزك وما الزك تيجي هاي بلأخير تقول ويساي نقول اختيار الامورف هو مورفولوجيكالي شيء متعلق بالكتابة مو باللفوظ والدليل هنا أس الجمع جاي اكتبها بصيغ متعددة مرة ومرة ما أضيف ومرة اكتبها ومرة اكتبها ومرة اقلب الأفلاف وضيف حالات مختلفة واضح هيكملنا الإجابة من هذا الموضوع زي هس رح نطرق إلى موضوع ثاني هذا تكتب إذا طلبت منك تكتب منك تكتب مال مال فوملة ودكتب لك NPT تكتب مال مال ايه ايه نفس الحالة تكتب لك تكتب مال مال 5 فومل ما المال SPL التركيبة ما المال S الجمع ماذا تنطيها أنت؟ تنطيها هاي تركيبة جوة نقول يابا S الجمع هاي يساوي تكتب الـ S والـ Z والـ S وهاي الخط لا تنسى بالنص وبعد هذا العلامة هس راح نشوف شنه معناها وهاي حارة جمع الثاني اللي هاي الشواهنة اللي احنا مستعقلنا أوكس أوكسن بعد هاي العلامة وهاي الزيرو اللي بكلمة شي بو شي هاي العلامة شنه تشنها الثمانية شنه معناها؟ معناها هذا شوف أول شي تيجي يقول هاي الخط المائل refers to aphorologically conditioned alternation هاي مساحنا قلناها شنه معناها؟ هاي النجمة شنه معناها؟ to تشير المن morphologically conditioned alternation معناها أنه شي متعلق بالكتابة مو بالصوت أذني متعلق بالصوت باللفظ بس هاي بالكتابة شوفتها جايد غيرا بالكتابة الدكتور أنا ممكن جيب لك يا صحب خطأ تقل لك إنه هاي شنه رقم الثمانية؟ to a ما تقل لك مورفولوجيكالي لا تقل لك فنولوجيكالي جيب هنا أنا صح لو خطأ تقل لك خطأ أتصححة تكتب مورفولوجيكالي شفت شلون؟ نعم هذا كما نعيدكم مو بالكتابة ها سواحة الرئيسة ليقول هاي التركيبة والحجة اللي جواه عادي أكتبها إلها إذا جابت لي سؤال يعني إذا جابت لي هذا السؤال فوق قالت لي عن هذا تكلم إحنا حددنا إش تكلمون عن شنوه عادي أكتب التركيبة هاي تجوه كيفك تكتبها وانت فك كيفك كاش راجع إلك الكتابة هي زيانة زيانة زيان حصل دراجة كاملة ما كتبت هي هم تحصل دراجة كاملة فأنت كيفك بعد عندنا بعد طلاب هنا تمرين يريد من عندك هنا تكتب تركيبة شوف أنطيني التركيبة ما اليدمان ماضي للفعل بي اللي هو ووز ووير تتبينها تركيبة تركيبة من هاي الكتاب ما يحتاج بعد عيته وضع بها وقت انت تحفظ هنا كوبو بيست إذا قلت تكنطيني التركيبة ما اليدمان ماضي لجماعة اللي بي وبعد اللي هنا جماعة اللي بي تخصد منه الوز و الوير تتبين هنا تركيبة هذا هو المطلوب من عندك زيان هسا هنروح لموضوع ثاني موضوع سهل وبسيط وتيجي منه فهد نقطة نقطين ركزوا ياري اللي هو ريبلسيف ألا مورث شنو هذا بيختصار نختصره بجمل معينة او بنقاط معينة تركز اللي هو مورث عندنا نوعين عندنا ريبلسيف معناه تبديلي اكتب بالعربي بالكتاب تبديلي يعني أبدل أحرف أبدل أحرف حلو وعندي أديتف هذا معناه أضيف أحرف مو أبدل أضيف أحرف زيان يسأل واحد شنون أنا ميز بين هذا وبين هذا التميي السهل طبعا كلها بالماضي بإضافة الإيدي يقول الكلمة إذا أضيف لها إيدي بس أضيف لها إيدي هذا أسميه أديتف أضافة يعني شلون كلمة want يريد أضيف لها إيدي wanted هنا أضفت هنا هذا البيس غيرت بي want wanted ما غيرت فقط ضفت إضافة الإيدي أقول هذا أضافة زيان بس إذا الكلمة هي بالمضارع وأحولها بالماضي بس هنا ما رح أضيف إيدي لا رح أغير أقصد هنا إشار ذات مثل write wrote sing sang ذنني هنا أنا جاي أضيف إيدي وجاي أغير جاي أغير فهذا جاي أغير يقول ربلاسف ألمور شلون شوف هنا الأمثلة parted هاي كتاب الصوتي ما تغيرت part ما تغيرت فقط ضفت إيدي laugh laughed ما غيرت laugh نفسها play played ما غيرت play نفسها نزلت نفسها بس هنا الأضافة جايز تغير ما لإعلاقة بيه أنا مرة لفت إيدي ومرت ومرت ما لإعلاقة الأضافة شون تلفظ أنا أخصد الفريمور فيه جايز غير من نظيف لو ما جايز تغير شوف هاي الأخيرة هنا سانك الماضي ما لمن ما لسينك يغني كانت هي سينك يغني الماضي ما لسانك أنا هاي السينك بالماضي يصير رضي فيها إيدي أقول سينك قد لا كلمة شاذة السينك من حولها بالماضي يصير سانك في جحالش حولت أنا حولت آي إلى آي هنا برأيك هذا تبديل ربلة سيف لو أديت في أضافة ربلة سيف فباقتصار طلاب الكلمة هاي الفريمورفي من الفعل المضارع من أضيف لأيدي من حوله بالماضي إذا أضفت لأيدي استقبلها لأيدي أقول هذا أديت يفقى الكلمة هاي أو الفعل المضارع من أضيف للأيدي ما الماضي ما استقبلها وإنما تغير أقصد التغير الشاذ رايت راوت سينك سانك رايت راوت هنا ما جايي أخذ ايدي وإنما جايصر تغير في داخل الكلمة من يتغير حرف واحد حرفين ما لعلاقة هاي أقول ريبلسف ألمورف وياي نا دكتورة شون جيب لك إياها بالامتحان لو تقل لك انطيني مثال نطيني مثال عن الريبلسف ألمورف عن الألمورف التبديلي أنت شتقيله سينك سانك رايد راود مثال واحد تبكيبك أي مثال اختار أنت عجبك المهم كلمة بالمبارع بالنسبة الماضي تتغير زين اتقل لك انطيني مثال give me an example انطيني مثال أباوت حوله الاديتف ألمورف حول الألمورف الأضافي اللي يستقبل إيدي مثال أقولي play بلايد فقط أضيف لأيدي ما يحتاج أكتب الكتابة الصوتية هنا أنا إله ما يحتاج فقط مثال زين ما رجب لك إياها دكتورة صحة وخطأ اتقل لك هنأخذ هالمثال بالله لحظة ثواني هذا مثل بلايد نمشي على البلايد شوي أسهل اتقل لك هذا بلايد includes يتضمن شنوى الربلاسف ألمورف يضمن الألمورف التبديلي صح لو خطأ هذا بلايد بلايد اتقل لك يضمن الألمورف التبديلي أقولها خطأ ليش خطأ هذا اديتف ليش اديتف لينيستقبل إيدي أنا قلت لك الربلاسف فقط الشاذ ذات اللي يصير بي ينتغير داخل الكلمة نفس الحالة ممكن نجيب لك سانغ تقل لك هذا مو ربلاسف وأنما أديتف أضافة قلها خطأ شنوى الصحة قلها السانغ هو ربلاسف هذا هو المطلوب من عندك بهذا الموضوع موضوع سهل وبسيط هاي عدكم هناك جوا هاي ما لكم علاقة بيها مو مهمة تصعدين هذا التمرين هذا أيضا مو مهم طبعا لينك بي كتابة صغوتيويج هذا مستحيل يجي بس ركز هذن الجمل أو الكلمات العشرة كل هن اللي مورف مال هن ربلاسف تبديلي ليش كل انشاء ذات سي ساو الماضي ماله تغير ما ضفت لأيدي بيقن بيقان بايت بيت قيف قيف قرو قريو رايد روت شوف ذني هنا شكل مضارع وهنا شكل ماضي مالهن شوف ما جاي ضيف لأيدي جاي غير اللي انشاء الذات هذني كل هن اللي مورف مالهن شاحت بار ربلاسف تبديلي وليس شاسمه اديتيف هس يا طلاب كم من معكم موضوع اللي مورف شوية موضوع يعني أعرف بي شوية معقد لين الا علاقة بالصوت نشكوا شي متعلق بالصوت كن معقد وانتم وكيد قال بيتكم كاريم موضوع السعود وحننطلع بصناعكم لعنى هذه الحلقة نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد وحلقة جديدة معالف سلام